وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء وفي رواية إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها انظر الحديث لن تستقيم لك على طريقة لن تستقيم لك على طريقة شو يعني يعني مهما كانت هاي الفتاة جاي من بيت مربي ومتعوب عليها بس تيجي عندك راح تظل عندها ناقصة و تسبب لك فرض يعني بمعنى بدها صبر فالشرت أنه قال لك وإن أعوج ما في الضل أعلى يعني عاقلها مش حشان تعيير عشان تصبر عليها فإنت إذا شفت شخص وهو عنده ابنتك أو أختك أو خالتك أو عمتك ويصبر عليها فقل جزاك الله خيرا على الأقل ادعو له بظهر الغيب وعلم أن ابنتك مهما كانت مربية فهي متعبة لزوجها فهي متعبة لزوجها أنا بنتي أنا بنتي ما في زيها هذا أب فاشل شو بنتك ما في زيها من أعلم أن تحمل لك يا الله يزيد صابر عليها لكن هكذا طبيعة النساء وبالتالي المرأة اللي بقول لك أنا مرأة ما بتغلط وهناها تعفن جوز هاي بشي مرأة تحكدت أن هذا زوجتك مرأة أكيد من هذا لها مرأة تبتغلطش أنا حتوقت بتحكي في مرأة جاي من المريخ مش من جبل المريخ اللي كنا ساكلين في جبل النظيف لا مش ممكن لازم تغلط لأنه هيك المرأة لن تستقيم لك على طريقة فبالتالي ما هو الحل الحل اشباع العاطفة اشباع العاطفة مع المرأة لا تدخل معها في نقاش النقاش عقيم طب مع امرأتي متعلمة ودينة النقاش عقيم الحل ما هو العاطفة حسن المعاملة حسن العشرة فأكبر فاشل في الحياة الزوجية لو بقول لهم ورأته وقعدت أن نتناقش هذا ايش فاشل في الحياة الأسرية نوع عمره سبعين سنة فاشل الحل اشباع العاطفة فمن اكبر حلول المشاكل الأسرية انك تأخذ مراتك على مطعم مغلبيتك في هالدار وكذا واشي اهرب كما فعل علي رضي الله عنه بعدين يعني تعالي والله حاب ان نوكل مع بعض في مطعم تعاوضك ربنا بهذه ثلاث لرات انت بدك تأخذ على مطعم ابو السبيل اللي يرى ابو ثلاث لرات وبوصل البلد خذها مطعم ثلاث لرات واذا بعزكتي بخمس لرات وباذن الله هاي بتعطيها شحن لأسبوعين بعد أسبوعين تعود تقلب عليك فبدك ايش هذا الكلام اللي قال لك يا النبي صلى الله عليه وسلم لن تستقيم لك على طريقة حتى تصبر عليها مش حتى تعيرها تروح تقول والله الشيخ سوفيان حكالنا عنك تسوي لي مشكلة مع مرتك أولا تصبح تكره الشيخ سوفيان والشالة الثانية انه ما نحلت ايش مشكلتك زدتها فالصواب ماذا الصواب أن تصبر عليها وتراعي الأمور العاطفية بدك تتغزل مرتك من ساسة لراسها بدك تتغزل مرتك ان شاء الله سوت لك طعام محروق يا سلام هالأكل ما أزكاه حتى وهو محروق ما أزكاه ونجد تقول له والله ضيعتي مصرية والله يسامحك حركتين من الطبخة شو حركتين من الطبخة هذا انت تختول بالك فإذا أكبر أسباب المشاكل بين الزوجين النقاش وعدم مراعاة الجانب العاطفي الجانب العاطفي وسبحان الله كثير من المشاكل الأسرية حلها انه يدخل شخص برضو يشبع العاطف عند الزوجة والله زوجك ما فيه زيه والله زوجك ما شاء الله عنه والله هنيئا لك بهذا الزوج ولو تلف في الأردن كله ما بتلاقيه زي كلام أمرك الشرع بكلمات معدودة على الأصابع تصل إلى الحياة الأسرية إذن الآن شوف قاعدة أولى أن معاملة المرأة بالحسنة تراعي فيها الأعراف اثنين أنه معفي عنك بما يتعلق بما لا تقدر عليه ثلاث لن تستقيم لك على طريقة مهما كانت قد ربيت في بيت أبيها أو أنت ربيتها فلن تستقيم لك على طريقة حتى تصبر عليها غير هيك فإما أنت استمتع بها وتصبر أو حضرتك مش أهل للزواج تستاهلا للزواج فاكتوي بنار الشهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أيوة